بات الاستيقاظ كل صباح أربعاء مقلقا ولا يكفيه فنجان واحد من القهوة في سباستيا شمال الضفة الغربية يرتشف سامر الشاعر قهوته المرة كما واقع بلدته المحاصرة بعشرات جنود الاحتلال لتأمين اقتحامات المستوطنين للموقع الآثاري اليوم الأربعة يوم أسود في حياتنا كل يوم أربعة كل أسبوع من هذا اليوم بنصبح على الجيش وعلى إزعاج الجيش والجيش بيعلق على أسطح المنازل وبملوا الساحة وبسكروا الساحة ولا حدا بعرف يتحرك ما في استفادة منهم ولا في شي حتى السياح حتى الزائرين على بلدة سباستيا لما بيسمعوا في جيش ببطيجوا على البلد واحدة من أهداف الاقتحام الترويج للموقع على أنه يخضع للسيطرة الإسرائيلية هذا ما تقوله هذه المستوطنة آخرون نظموا جولات داخل المعالم الأثرية تحت حماية جنود الاحتلال الذين يتدارسون مخططات إزالة سارية العلم لإزعاجها المستوطنين اليوم دخول الاحتلال بهذا الكثافة الكبيرة إلى هذا الموقع الهدف منه هو تعطيل عجلة السياحة الوافدة إلى سباستيا التي تعد من أهم البلدات الأثرية والتاريخية على مستوى المحافظات الشمالية وعلى مستوى فلسطين كاملة وعلى مدار الأسبوعين الماضيين ارتفعت وطيرة اقتحام الموقع الأثري في سباستيا دمن مخطط استيطاني مضاد لانتعاش حركة السياحة الداخلية الفلسطينية للموقع تكرار اقتحام المستوطنين للموقع الأثري في سباستيا يؤكد أن السلطات الإسرائيلية تماضية رسميا في السيطرة على المواقع الأثرية الفلسطينية تحت ذريعة التصنيف المناطقي لاتفاقية أوسلو خالد بدير قناة الغد من بلدة سباستيا شمال غرب نابلس فلسطين